حيث أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم توجيه دعوة لعقد جلسة علنية خاصة يوم الثلاثاء القادم لانتخاب أعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة دعيا إلى نبد الخلافات الشخصية لتحقيق المصلحة الوطن والمواطن وقال الغانم أنه وجهت دعوة لعقد جلسة لاستكمال ما لم يتم استكماله في الجلسة الافتتاحية وهو انتخاب أعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة معربان عن أمله في أن يتم الانتهاء من كافة اللجان حتى تبدأ عجلة التشريع في الدوران وأضاف أن جدول أعمال جلسة الثلاثاء الخاصة سيتضمن بند أداء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي القسمة الدستورية وجهت اليوم دعوة لعقد جلسة خاصة علنية يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة التاسعة صباحا وذلك استنادا إلى المادة 72 من اللائح الداخلية لمجلس الأمة وذلك الاستكمال ما لم نستكمله في الجلسة الافتتاحية وهو انتخاب أعضاء اللجان المؤقتة الدائمة ثم المؤقتة وأيضا سيكون هناك بند لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع لأداء القسم الدستوري فإن شاء الله يوم الثلاثاء تكون الجلسة الإجراءات التي ستتبع في جلسة يوم الثلاثاء الاحترازية هي ذات الإجراء التي كنت أتبعها في كافة الجلسات السابقة التي كنت أرأسها إضافة لذلك لازلت أقول للجميع وأؤكد ما ذكرته في كلمة الافتتاحية أتمنى أن نبتعد عند الخلافات الشخصية إكراما للوطن والمواطنين وأن نركز على ما ينفع المواطن أتمنى إن شاء الله يوم الثلاثة من اللجان كلها وتبدأ اللجان في العمل وتبدأ عجلة التشريع في الدوران وإن شاء الله نكون جميعا عند طموح المواطنين الذين أوصلون إلى هذه المقاعد متأملين أن نركز على القضايا الرئيسية التي تهمهم وننبذ ونبتعد عن خلافاتنا الشخصية ونسمو عليها شكرا وأتطلع إن شاء الله إلى جلسة فيها تعاون إن شاء الله بين النواب وبين الحكومة